طيب من ضمن أخبارنا لواء محمود توفيق وزير الداخلية وجه كلمة بارح في الدورة 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب وقال الوزير أن الإرهاب ما زال يمثل تحدي رئيسي وبيعتبر الخطر الأول على مقدرات الأمم وأن العناصر الإرهابية بتحاول استقطاب الشباب عبر الإنترنت وتدريبهم بقى على استخدام السلاح وترويج الشائعات للإضرار ببلدهم أكد الوزير على أهمية التماسك بحق الدول العربية في حماية سيادتها والدفاع عن شعوبها باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة لدحر الإرهاب وفق ثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية شارك سيد محمود توفيق وزير الداخلية في الاجتماع الوزاري 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة وزراء داخلية الدول العربية لتبادل الرؤى تجاه الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ألقل إليكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته بأن يطلع مجلسكم الموقر بإنجاز المهام الكبيرة الملقاء على عطيقه داعينا المولى عز وجل أن يتمم أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح وأشار وزير الداخلية في كلمته في الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون الأمني وخدمة القضايا العربية المشتركة في ظل نجاح الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب وعلى الرغم من نجاح الجهود الرامية لتقوية حركة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية وتجديد الحصار عليها وتقليص قدرتها على تلقي التمويل وتدبير السلاح والتحريض على الإصارة والشغب لتنفيذ مخططتها الهدامة إلا أن الإرهاب ما زال يمثل تحديا رئيسيا محليا وعربيا ودوليا وسيظل الخطر الأول على مقدرات الأمم ينتهج أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وعائق رئيسيا لتنفيذ خطط التنمية ودع إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون الأمني بين الدول العربية لتفعيل آليات تبادل المعلومات لأجهاض محاولات العناصر الإرهابية العودة إلى المنطقة لممارسة أنشطتها الهدامة وهنا تتعازم أهمية مواصلة الجهود المشتركة في مجال تبادل المعلومات لرصد حركة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة وود التأكيد على دعم وزارة الداخلية المصرية الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الدول العربية الشخيقة في مواجهة التأديدات الإرهابية الموجهة لأراضيها وتضع كافة إمكانياتها اللوجستية وخبراتها الأمنية في خدمة قضايا أمتنا العربية واستعرض الوزير جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته ومسيرة التحديث الشامل لكافة قطعاتها بخاصة الارتقاء بقدرات وتنمية مهارات العنصر البشري فقد قمت وزارة الداخلية بتحديث مختلف مفردات من نظومة مواردها البشرية وقد استحدثت في هذا الإطار مركزا للدراسات الأمنية والاستراتيجية تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية لإجراء البحوث المتخصصة ذات الاهتمام المحلي والإقليمي كما تم استحتاس المركز المصري للتدريب على عملية حفظ السلام ويعني بتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة للكوادر الوطنية والعربية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية لتأدية مهمهم في عمليات حفظ السلام وذلك في إطار تعزيز الجهود المصرية والعربية في هذا المجال وترحب وزارة الداخلية المصرية باستقبال الكوادر الأمنية العربية بالمركز وكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه أمتنا العربية بخاص الإرهاب والقرائم المنظمة في ظل حرص وزارة الداخلية المصرية على مساندة ودعم جهود الدول العربية لصون أمنها ومواجهة التحديات الإرهابية التي تستهدف أراضيها اشتركوا في القناة